هذا وتسير الحملة الوطنية للتطعيم بحسب ما هو مخطط لها في مواجهة فيروس كورونا وذلك بتوفير التطعيم ضد الفيروس وإتاحته مجانا لجميع المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى توفير اللقاح بمختلف المراكز الطبية في مملكة البحرين الحملة الوطنية للتطعيم تسير بحسب ما هو مخطط لها ووفق التوجيهات الملكية السامية بتوفير التطعيم الآمن لفيروس كورونا كوفيد-19 وإتاحته مجانا لجميع المواطنين والمقيمين تعزيزا لخطط الأمن الصحي في مواجهة فيروس كورونا حيث جاء تدشين مركز التطعيم في مستشفى الملك حمد الجامعي استكمالا للجهود المبذولة لتوفير التطعيم بمختلف المراكز الطبية في البحرين تعزيزا للإجراءات الاحترازية ضمن الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمواجهة الجائحة على كافة المستويات هذا ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين الراغبين بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا إلى التسجيل للحصول على موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق مجتمع واعي ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز كفاءة سير عملية التطعيم حيث تأتي هذه الخطوة ترجمة واستكمالا للجهود والخطوات الاستباقية التي قامت بها مملكة البحرين منذ بداية جائحة كورونا والتي كان لها الدور الواضح في التصدي لفيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين إلى ذلك أعلنت وزارة صحة عن تمديد مجموعة من القرارات والتي تختص بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 ويأتي ذلك في إطار ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالغ للحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا والذي يتطلب استمرار الوعي المجتمعي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بذات العزيمة والإصرار للحفاظ على ما تحقق من إنجازات في مواجهة الجائحة